لقاءات روحية تقدم البوق الروحي فقر أرثوذكسية يومية اليوم وكل يوم معدى الأحد جاء في كتاب سفر الكلمة عذة للمتروبوليت بولو السيازجي ألقاها في قداس الخميس العظيم بعنوان الشركة الإلهية الإنسانية يقول المتروبوليت المغيب القداس الإلهي هو تلبية لدعوة عشاء محبة كما ورد في الأمثال الإنجيلية على فم الرب يسوع فهو إذن المشاركة مع السيد في مأدبة يقدم ذاته فيها مأكلا ومشربا حقيقيين وهذه المأدبة هي جلسة تجديد المحبة العلاقة مع الله هي تماما كالعلاقة مع الصديق المحب والحنون كل يوم آخر نعاشره فيه نراه أكثر حبا وأعظم حنانا في كل مأدبة نحن مدعوون لكشوفات جديدة وليصير الله أوضح لنا وأقرب إلينا عما سبق أليس هذا ما يحصل معنا في حياتنا اليومية مع أي صديق كان إلا مع الله لأننا غالبا ما نجعل القداس يسقط في بوتقة الروتين والعادة السطحية التي تقتل العبادة فالعلاقة مع الله لا تكون صادقة إذا جمدت وهي لا تحتمل استاتيق التنظير ولكنها تحتوي حيوية التجديد المحبة في طبيعتها تجدد في كل لقاء ما هو قديم وتضيف عليه ما هو أكثر لعل أبشع ما يجري أننا أحيانا في القداس نتناول الجسد والدم ونخرج من دون خبرة جديدة مع الذابح والذبيحة نتناول الجسد من دون حوار مع المقدم والمقدم مع الكاهن والضحية مع الصديق والداعي فترة القداس الإلهي هي زمن تقبل النعمة الإلهية وهي أيضا زمن الحفاظ عليها هذه الفترة هي ظوق لما كان ولما سيأتي أيضا أي للفردوس الذي فيه شجرة الحياة زمن القداس الإلهي هو أفضل زمن للتجل الإلهي نصير فيه مشاركي الطبيعة الإلهية لا يفرض الله ذاته علينا إنه ينظر إلينا دائما وينتظر لحظة نظرتنا إليه فلنصل تلك العبارة الرائعة لتشرق النعمة واليغرب العالم ولحن في طريقنا إلى الكداس الإلهي ونحن عازمون إلى لقاء الحب الذي شبهه الرب بالعرس بينه وبين كل منا الحب خبرة من لم يذقها لا يعرفها المحبة الإلهية نار تمسنا فتنيرنا الحب خبرة وليس خبرا العبادة ليست حفظ الوصايا وإنما الحفاظ على الوصية أي ممارستها والحفاظ على حالتها والوصية الوحيدة هي المحبة وليس حب أعظم من أن يبذل الله ذاته عن أحبائه ونحن جوابا على طلب حبه اصنع هذا لذكري نأتي إلى القداس الإلهي خارجين إليه وصارخين يا سيد أرنا وجهك وحسبنا آمين اشتركوا في القناة